نظمت مؤسسة حياة كريمة فعالية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمركز ومدينة أبو صوير يأتي ذلك ضمن مبادرة رجعين نتعلم بمحافظة الإسماعيلية حيث استطاعت المؤسسة من خلال الفعالية رسم السعادة والبهجة على وجوه طلاب وأسرهم وقد أطلقت مؤسسة حياة كريمة المبادرة للتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظة مصر بمناسبة رجوع طلاب للمدارس تم توزيع الشرنط على مركز أبو صوير وتم توزيع عدد كبير من الشرنط والمستلزمات المدرسية ومشاركة عدد كبير من المتطوعين الذين قاموا بعمل بحث اجتماعي للأطفال والأسر الأكثر احتياجا ولياتهم